بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه الإنسان الكريم الإنسان العزيز الإنسان يرى في طلب من الآخرين وطلب العون من الآخرين يرى صعوبة نفسية في مثل هذا الأمر فكيف إذا وجد الإعراض والرد والاستهزاء والسخرية من هؤلاء الناس وكيف إذا كان الطريق طويلا والناس تعرض إعراضا مستمرا فقريش كانت قوة كبيرة جدا في المنطقة العربية ومعادات قريش كانت أمرا صعبا بالنسبة لبقية القبائل ناهيك عن أنهم يجب على هؤلاء الناس أن يغيروا دينهم حتى ينصروا دينا جديدا ويواجهوا قوة قريش وبأس قريش الرسول صلى الله عليه وسلم اتجه إلى ثقيف وحدث أشرافها فلم يكتفوا بأن يقولوا له نحن نرفض طلبك لكن أغروا سفهاءهم بأن يلحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام ويرموه بالحجارة حتى دميت قدماه وهو يفر منهم ووجد نفسه محاصرا قومه قد رفضوه والناس الذين ذهب إليهم ليطلب النصر أهانوه وفي هذا الطريق الطويل لم يتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم فكان في كل موسم حج وفي كل موسم عمره يتقصد كبار القبائل العربية القادمة التي تمتلك شوكة ويحدث الأقوام بأنهم إن صاروه لقيوا عز الدنيا والآخرة ولكن كانت عمليات الرد مستمرة والرفض مستمرة واستمر الحال حتى قيل أنه مر على 14 قبيلة وكلهم يرفضون نصرته والوقوف معه إذن الإنسان قد يعامل في الحياة بخشونه ويجد الرفض وهو يطلب للناس الخلاص ويجد الإعراض بل قد يجد الأذى والإهانة فقد وجدها من قومه ووجدها من هؤلاء الذين استنصر بهم وأراد نصرتهم والله سبحانه وتعالى ناصره ولكنه يعرضه قدوة للبشرية في الكفاح من أجل الفكرة ولم يكن طلب النصرة إلا في هذا الباب باب أن يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم لنا قدوة أن الأمر ليس معجزات إنما هو حث وعمل وكدح من أجل هذا الدين ومن أجل عمل الخير في هذه الدنيا هذا الأمر الكبير جدا الذي قد يتعرض له الإنسان إذا يوما من الأيام يحتاج لأن يبشر بفكرة أو أن يطلب عونا ووجد الصدود ووجد الإعراض رغم مصداقيته في الطلب ورغم أحقية الفكرة التي يجاهد من أجلها إذا وجد هذا الإعراض أين يجد القدوة؟ سيجدها في الرسول عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذه القضية المهمة جدا نقف عندها اليوم ونواصل إن شاء الله عز وجل في حلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر